أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني بولودمير زيلينيسكي لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية في ظل اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف وتزايد الدعوات الأوكرانية لطلب المساعدة الغربية وقال رئيس الأوكراني إنه تطرق في حديثه مع بايدن لملفي العقوبات المفروض على روسيا والمساعدة الدفاعية الأوكرانية في معركتها في مواجهة القوات الروسية وشدد رئيس الأوكرانية على ضرورة وقف الهجوم الروسي في أسرع وقت ممكن